من نافذة ممزقة تطل الحاجة أم أحمد للتحدث إلى كاميرا تلفزيون سوريا بعد أن جهدها الثلج المتساقط على خيمتها ليلة الفائتة وغمرت مياه الأمطار جزءا منها قبل يومين لتروي لنا تفاصيل مؤلمة عشتها مع أطفالها المرضى خلال العاصفة والله وضع كثير سيء كثير يعني هذا الوضع طلعها الثلج طلعها الحالي شو اللي صار خلال هاي الليلة ثلج إيش بدي صيره والوهل والطين والطوفان أولا هذيك موهي اللي تلمضت ولا القبل القبلة الطوفة تقمت كون تقلب علينا كل قلب الميات والله هذة في أما في عندنا هاللقحنا وظل إحنا أرض من تحتنا مثل عجيب عرض منيك مساكلة أرض تحتها مثل عجيب واجه نساعدوا هالمخيمات ساعدوا هالمخيمات يعني الوضع سيء سيء إلى الآخر والله يقول لك أنا عنده معاقين طلع هذا معاقب عنده المنت معاقب نمعاقب وحالتنا سيئة يعني ليست المرة الأولى التي نزور فيها مخيم المحطة ناحية راجو شمال عفرين للرصد الأضرار التي تلحق به نتيجة العواصف المطرية والثلجية ورغم المساعدات الكبيرة التي وصلت إليه إلا أنها تقتصر على الغذائي والصحي دون أن تنهي المأساة المتكررة في كل عام والله المنخفض صعب يعني العالم ما عنده تدفئة مثلا في بعض العالم عنده وبعض العالم ما في عنده وإذا ظلت هايش التلجية يعني مستمرة رح يصير الوضع أصعب والخيام هذيك المرة يعني نهارت هالمرة تنهار أكثر تعد بنية المخيمات العشوائية والمكان الذي بنيت عليه سببا مباشرا في تكرار مأساة المقيمين فيها خصوصا مع قلة المشاريع السكنية الكافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة مساعدات كثيرة تم تقديمها لهذا المخيم لكنها تبقى ضمن استراتيجية الدعم المؤقت والإسعافي ليبقى الحل النهائي لإنهاء معاناتهم هو في نقلهم إلى مساكن إسمنتية هذه طاطين تلفزيون سوريا ناحية راجو ريف حلعب الشمالي